طيب شوفوا بقى قيمة الاهلي لانه فيه برضو وإحنا بنتكلم على التأثير في المجتمع وبنتكلم على قيمة النجومية وبنتكلم على القيمة حتى التسويقية ومعرفش ليه الاعلام بتاعنا ولاقي بعض المزعين لسه بيسألوا السؤال هو مين شعبيته اكتر والهدف باستمرار الانتقاس من حجم شعبيهة النادي الاهلي يا جماعة ما يتم خياسه علميا ماينفعش معاه الهري والهبد والغاق يا هكي علميا ايه استاذ براهيم المعيار لحرقهم ايه والاهلي ليه بياخد فلوس اكتر والرعاب تجري علي ايه عشان شعبيته اكتر دي مش عايزة اسبات بس يا استاذ براهيم بس ابو النبي عايزة اتوقف فينا لحظة لحظة واحدة الموضوع أستاذ إبراهيم هم بعملين إضربوك في سوابتك العملية ابتدت في قيمك من سنتين ثلاثة يعني قيم الأهل يعني و للأسف الشديد أستدرك بعض ما ينتمون إلى النادي الأهلي في هذا الأمر مش قادر يستوعبه يعني قيم النادي الأهلي وتقاليده و قيمتها إيه قيمتها أنك أنت تتبقى قضوة قيمتها أنك أنت تتبقى الناس بتحكيه و عشان ترابه أولادها لا 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 لو عايز ألعب في الأهلي ما تقدرش تعمل كده طب يسكت بقى عشان ما قولش لكابتن فلان طب يعمل كده عشان وديك تسلم على فلان فتجد أن عملتك في تاريخة الكعبل في عمر لطفي و عبد الخالق صروت و جعفر والي و التتش و صالح سليم و حسن حمدي والخطيب دلوقتي رموز مرورا مش دول لعيبة كرة مرورا حتى بكل المدنيين و اللي بقى رؤوساء نادي حتى تجدهم عندهم هذا الفريق مرتاجي كمال حافظ الوحش و هكذا كل دول جاري و حافظه على سر تفوق النادي الأهل هو ده اللي عمله الشعبية أنا الحياة بحيل زميل العزيز الأستاذ إبراهيم داود لأنه كان ضيف في أحد البرامج و عمال الراجل يرد و عمال يقابل هري و هبد كتير ملوش أي لازمة لدرجة عمال يقولهم يا جماعة رجعوا لمركز بصيرة الناس برضو ما عندهاش لبصر ولا بصيرة ولا عايزة تسمع الحقيقة يا جماعة هارجوه في الحقيقة ساذ إبراهيم سأقوه عتك فتكر انهم مش فاهمين طيب ليه اللي مش فاهمين مركز بصيرة ده أحد مراكز قياس الرأي العام المعتبدة من قبل مجلس الوزراء يعني الليه صفة رسمية و الليه صيغة محترمة في البلد الجاهل يروح يسأل و اللي مش عارف يروح يتعلم و اللي مش مدرك حجم و قيمة النادي الآلي يسكت لكن هذا القياس لاتجاهات الرأي العام الرياضي في مصر وفقا لمركز بصيرة من كام سنة يعني دلوقتي ما شاء الله دنسبة زادت بس أعلن انه في 72% من المصرين أهلوية و 21% بيشجعوا الزمالك ده اللي أعلنته دراسات مركز بصيرة فاكرين في مجلس الإدارة السابق لما جات شركة صلة السعودية تتنافس على حق رعاية النادي الأهلي فشركة عربية قدينة ما بنقولش الأهرام ولا بنقول الشركات المصرية شركة سعودية تيجي تدخل في المجال والفئات الأكبر سنا هي الأكثر تشجيعا لزمالك زمالك 21% من 21% دول النسبة الأكبر لكبار السن هو ده مربط الفرص الجملة دي اللي محسساهم بالمشكلة ايه المشكلة؟ أن الأجيال الحديثة في الأغلب والأعام حتى على الخليج نفس الكلام ده هتلاقيه ناك ايه فتبص تلاقيه وقولك 200 مليون عربي ايه ولا 150 مليون عربي بيشجعوا الزمالك في فترة ما عندما كان المدربين بتوع الزمالك في الإمارات تحديدا وبعضهم في السعودية ثم بعضهم ذهب إلى الكويت اه كانوا عاملين علاقات ووقات الناس ممكن بتشجع لكن لما وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام وبس المطشات والناس بقت احنا بقنا في قرية لدرجة أن الأندية الأجنبية لها مشجعينها هنا ايه هو الأندية الأجنبية تسوقت لنفسها هنا لكن التواصل ده خلاص ما بقاش في حاجة لما الدنيا تشافت عن مكشوف كلها الأهل بقى اكتسح ودي المشكلة اللي هم بيحاول يضربوها دلوقتي طيب شفنا لما يكون مركز بصيرة يقول لك 72% حجم شعبية النادي الأهلي في مصر قلتلكم شركة صلة السعودية لما جات تستثمر في مصر عشان تدخل للسوق المصري هتخدع نفسها دي جابت شركة إبسوس شركة إبسوس يا جماعة تاني أكبر شركة في العالم في قياسات الرأي العام شركة فرنسية وليها عمل في كل الدول رئيس مجلس إدارتها أهلاوي الفرنساوي الفرنساوي ولا أسأل الفناني الكبير هو عقول لك اللي عطل طيارة بايرن ميوني فإبسوس عملت دراسات للرأي العام في مصر علشان بتكليف من شركة صلة اللي هتشتغل في السوق المصري فكانت النتيجة قديني لأهرام والأخبار كانت النتيجة إنه إبسوس تقول إن مصر فيها خمسين مليون مشجع للكورة مشجع ناشط يعني في استمارات قياس الرأي العام بيتسئل المشجع إنت أهلاوي ولا زمالكاو إنت بتشجع مين آخر ما تشوفته عشان يقيس مدى شغفه واهتمامه فتطلع إنك إنت عندك خمسين مليون مصري بيشجعوا الكورة فيهم أربعين مليون أهلاوي أربعين مليون أهلاوي من الخمسين ده حسب شركة إبسوس وشركة نيلسون سبورت وبليند فاير الثلاث شركات اللي اشتغلوا على هذا الملف لخدمة شركة صلة السعودية تعارف وده الأهل اللي ملوش علاقة بيه الكلام اللي كتب دلوقتي هاي هيوالك هي بصيرة قالت 72% هاي ولا مليون وهنا إبسوس بتقولك 40 مليون دي بترد على اللي كان قاعد يهابر مع إبراهيم داور وإعلامين آخرين كان يقولك هو اللي بيقوله 70 مليون و40 مليون دول آآ ناسين فيه كام طفل في مصر وكان فيه كام راجل عجوز وكام واحد مش مهتم بالكورة إبسوس ألتلك اهي من المية خمسين بيحبوا الكورة ايوه بزرعين في المية يعني 80 في المية من اللي بيحبوا الكورة عايز تخليهم خمسين عايز تخليهم مية 100 مليون عايز تخليهم عشرة في المية 80 في المية من اللي بيحبوا الكورة ومتعلقين بيها بشكل مباشر أهلوي بس الرجل دا تدري الحاجة بتتكره ودائما بنحب بنرجع للمنطق يا جماعة لا بس فيه 150 مليون واحد بيحبوا الزمالك في الخليج ايوه وبعدين فتحوا المزاد قال لا 150 150 مليون واحد في الخليج وما لهمش دعوا بالأهل ما بيحبوش الأهل بل عاكس قال لك وصلت نتين اه واحنا هما يعني وانا يمين عارفين بصوا آخر الدراسة اتعملت لمركز الإحصاء الخليجي مش المصري الخليجي عدد سكان الدول العربية الشقيقة في الخليج اللي فيهم 150 مليون بيكرهوا الأهل وبيحبوا الزمالك عارفين كل دول الخليج مجتمعة حسب مركز الإحصاء الخليجي كلهم قد ايه خدوا بالكم فيهم 150 مليون بيكرهوا الأهل وبيحبوا الزمالك فتكتشف انو مركز الإحصاء الخليجي بيقولك كل دول الخليج عدد سكانهم بالضبط 57 وخمسين مليون واربعة من عشرة. طب ايه المشكلة مين هم مية وخمسين بيشجعهم. يعني سبعة وخمسين مليون منهم مية وخمسين مليون. بكرة والاية اللي بيشجعهم زبالي. مش بس ده ده حتى لو لو هنبص للرقم نفسه لسبعة وخمسين مليون. اديكم شايفين عدد سكان الدول على فكرة اعلاهم المملكة العربية السعودية اربعة وثلاثين واثنين من عشرة مليون. واقلهم قطر واحد ونصف مليون نسمة. طيب. عارفين السبعة وخمسين واربعة من عشرة مليون. المركز بيقول نسبة الزكور مية تسعة وخمسين لكل مية من الاناس. يعني بالزبط فيه واحد وعشرين وتسعة من عشرة من سكان الدول ديت. واحد اتنين وعشرين في المية اطفال تحت سن الخمسة وعشر. والسيدات تمانية وثلاثين في المية. يعني السيدات تمانية وثلاثين في المية. والاطفال اتنين وعشرين في المية. من كام? من سبعة وخمسين ونص او اقل من النص. هدي ستين في المية. يعني اربعين في المية. من الاربعة وخمسين في المية يعني. هنقول عشرين في المية. بس. بيحبوا منهم يا اخي مئة وخمسين ولا مئتين مليون ما بحبوش الاهل عارف زي ايه بعد طيارة ميونيخ ما تستغربش على عكس بعد ما ان النادي الاهلي خلى في نتيجة كورونا ايجابية بتاع النادي الزمالك والنتيجة تعرف اي حاجة تتقلهم تروح بس رأسهم طبطب عليه وتقولهم انتو عندكو حق احنا غلطانيين مفيش اعلى من كده هيروحوا فيه يعني ما يقولك مئة وخمسين ومئتين من عشرين مليون بيحبوا الكورة